موسيقى ومعنى المقاهي من العمل كانت أخذا بعين الاعتبار ضرورة الناس التي موجودة في المقاهي كونه تخدم على روح كونه فما نعرفوا ما نريد المقاهي تشغل الناس وكما يخدمش من من يروحش بقوة صغار فإننا حلنا لهم نحن براش بشكل جميعا ويخدم على روحهم لكن للأسف كما قلنا مزال فما الاكتظاظ ومزال فما الضغط هذا وهذا اللي يخلق معناها اللي كون العدوى تنتشر بي بي بسرعة في الفضائيات هذي مانيش قاعد نقول اللي قرار هذك معناها قطعي ومفيش حتى ما فيش حتى تعديل انتم ما قاعدين تلاحظوا اللي رأوا احنا ما بين الجلسة والجلسة للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا نعمل تقييم لمدى فاعلية الاجراءات المتخذة مع بعضها مدى فاعلية على مستوى الحد من الانتشار الفيروس الحد من الوفيات الحد من 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 الإصابات ونعمل تقييم هل نحن قادرين باش نخفوا الاجراءات هذي ولا احنا عنا ضرورة باش نرفعه في الاجراءات هذي الى حد الآن تقييم كما قلت لك قدى الى انه ونخففنا في بعض الاجراءات اللي لحظنا فيها التزام كبير من الاجراءات الصحية دون كنت الإنسان دون مامو فم التزام بالاجراءات الصحية فمالتزام بالتباعد معنى شكراها معنى شغاية كون الناس تبقى مسكرة هذي بالنسبة للمقاهي هذك هو المطلوب مزيد تطبيق الاجراءات الصحية احنا عليش نقعد احنا لنعملوا في الاجراءات الزجرية نهار كامل معناها والمحاضر والغلق وكل محبوش هذك دونك بقدر درجة الانتزام والالتزام بالاجراءات الصحية بقدر امكانية التخفيف والذهاب في اجراءات مخفرة بالنسبة للدكاترة احنا قاعدين نستمعوا الى الاحتجاجات متاحة وقاعدين نحاولوا باش نلقاوا الصياغ اللازمة اللي تنجم توفر لدكاترة هذية ديزالترنتيف معناها ديسو ماهش متوفرة حاليا لكن احنا فاتحين بطبيعة الحال فانة الحوار مع نهار وشكش امام العزور الشيطان شكرا شكرا